في النوع الضعافة الشخصية وضعافة النفوس يشوف انه احلامها هتتحقق عن طريق البدي وضعها كويس شديد اهلا حيحققوا ليه احلامي ففين النوع ده والله هو كويس طبعا يا محمد لانه انا افتكر انه الدين ذاته سمح للرجل انه يتزوج من الحسب والنسب والجمال والمال يعني الرجال غيروا امور على النساء انت تتحقق لها ما هي تتحقق لك لا لا اقصد انه الحديث النبوي شرع موضوعي انك انت ممكن تختار امرأة للمالة يعني يعني هي هذا ليس في خلاف يعني ولكن الرقب الحديث في قبله انت تشوفها هل هي مناسبة ولا لا نعم شايف انه انت بس تختار عشان ماله صراحة نظر كعبة شديد اي لكن انا دار اقول لك كلام عشان نبقى واقعين قبل انك قالوا الكلام ده الحديث نفسه يعني ما ابعد هذه الخاصية من انك تختار امرأة عنده مال لسبب واحد في رأيه هناك لما رغب الرجل في انه يكون عنده يكون يختار الرجل بسبب الدين يختار المرأة بسبب مال لان المال اصلا المرأة ليس مكلفة ان ترعى زوجها ولذلك ممكن تختار امرأة عندها مال لكن لا تفترض انها تصرف عليك يعني يعني الدين في الحتة ديها حتى في الميراس المرأة بعد ما يوزع عليها حقها ليس من حقها ان تصرف على اخوانا ولا على زوجها من حقها ان تصرف على نفسها ولذلك انا افتكر انه ترغيب الدين بالحديث الى المرأة بمالها دعوني اليك انت ان تعطيه بخاصية المحبة وليس بالفردية ولذلك انا كلامك صاح انه هي ما من حقها تصرف عليك لكن لو اخترت ذات مال لمالها انا ما شايف فيه اشكاليها يعني ما في عقدة لكن انا ما اكون داخل من البداية اني الطمع لا هي انت اختار مال بدون طمع الطمع ده ما خصية صغيرة امرك قبل ما تخش الباب امرك طعا وتطلع من نفوس الناس صعبة شديدة تبا اجي مع اهال النساء عندهم قروش ما نتزوجون يعني ولا شو بس عشان انا ما تطمع في حلال